مشاهدينا دلوقتي قبل ما نختم خلونا نشوف بقى الكواليس كده في العالمين عاملة ازاي جمانا مهر هتكلمنا عن التحضير للفعاليات اللي جاية في الايام اللي جاية وكمان هتحكي لنا عن اللي بيحصل في حفل فرقة المصريين مساء الخير عليكي مرة تانية يا جمانا احكي لنا كده اللي الأجواء عندك عاملة ازاي مساء الخير عليك يا بسانت مرة تانية ومساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان زي ما قلت لك الكتور الوقت فيه اكتيفيتيز بتحصل وفيه فعاليات كتير جدا موجودة انا دلوقتي معاكم من امام المصرح الروماني واعتقد يعني جمال الصورة باين ورايا طبعا كان يعني يدوب خلص من دقايق وليلة جدا حفل فرقة المصريين طبعا لأساسها الموسيقار كبير هاني شنودة وكموجود على المصرح بيشارك اعضاء الفرقة الجدد في انه يقدم اجمل اغاني فرقة المصريين ووضح كمان الحقيقة انه فرقة المصريين كانت وحشة الناس جدا يبسانت لانه كان فيه زحمة جوا مسرح الروماني وكان فيه تواجد كبير جدا من الجمهور والحقيقة انه فرقة المصريين بدأت حفلتها باوضية زحمة يا دنيا زحمة طبعا الفنانة عدوية وكان فيه تفاول كبير جدا من الجمهور وبعد كده بقى توالت الاغاني الحقيقة للناس كانت مبسوطة جدا بيها ان كان بقى اغاني اغنية او موسيقى تصورية لفيلم المشبوه ما تحسبوش يا بنات ماشية صانيورة وغيرها من الاغاني ده غير كمان علموني عنيك الاغنية دي تفاعل عليها الجمهور بشكل كبير قوي يا بسانت الحقيقة ان الحفلة كانت حلوة قوي 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 لسه يمكن خرجلكم انها حالا لسه خلصانة فعلا من خمس دقيق تقريبا الحفلة كانت قوية جدا انا اريد اقولك يا جمانا ان علموني عنيك دي كانت من الاغاني او اول اغنية لطبعا الكينج محمد منير ومن هنا قدم بيها هاني شنودة محمد منير للجمهور صحيح طبعا صحيح بسانت دي حقيقة ودلوقتي حقيقة ان الجمهور كمان لما الاغنية دي تقدمت على المصرح طلب ان هما الفرقة تعيدها مرة تانية فرقة المصرين تعيدها مرة تانية وكمان طبعا الفنان هاني شنودة طلب انها تتعاد كمان مرة تانية على المصرح وتعادت بالفعل وجمهور كان مبسوط جدا بيها زي ما قلتك بسانت المصرح الروماني في حد ذاته بيبقى ليه فعاليات كتير جدا يمكن من ايام قليلة استعرضنا على السادة المشاهدين كان طبعا الاعلامي الكبير شريف فتكور كان على المصرح وقدن برنامجه 14 شريف من على المصرح الروماني وكان معاه كمان فرق غنائية مهمة جدا كان منها طابلة الست ومونيب وفؤاد باند كانوا على نفس المصرح وبرضو كان فيه تواجد كبير جدا من قبل الجمهور حين نهارده بنتكلم السبت يا بسانت فمفترض ان الناس تكون رجعت عشان تحضر نفسها لبداية اسبوع جديد وبداية اسبوع عمل جديد لكن فيه لسه ناس كتير موجودة وفيه زي ما قلتلك فعاليات طول الاسبوع لناس اللي تقدر تكون متواجدة والناس حريصة انها تكون موجودة حقيقة بسانت بشكل كبير جدا لكن الفنان امير صلاح نجم او عضو في فرقة بلاك تيمة كان النهارده حاضر مع فرقة المصريين وبيغني معاهم على المسرح الروماني للأسف الفنان امير ما كانش موجود يا بسانت لكن هو طبعا كان مفترض ان هو يكون معاهم على المسرح وطبعا كان هيبقى حضور استثنائي وجود استثنائي الفنان امير لكن يعني زي ما قلتبعت معاكي كده هذه التفاصيل اللي حصلت على المسرح هنتبعتها معاكي لحظة بلحظة مشكورك يا جمانا وأكيد هنكمل معاكي يوميا متابعة الفعاليات اللي بتحصل في مدينة العالمين كل شكري لك ترجمة نانسي قنقر